ما تخلينيش تتنرفز عليك فياة تفهم ما تخلينيش تتنرفز عليك ليه احنا قاعدين في البيت تتنرفز علي ليه فياة ما تبقاش فاهمة وبيقولها كده ليه يعني انا مفيش اتجاهك شيء يخليك تسمحلك ان انت تتعصب عليها انت جوزي فتتتعصب عليها ليه والأولاد يقولوا على فكرة انت بابا المفروض انت تبقى حنين علينا فتتتعصب علينا ليه عشان انتوا ما بتنفزوش اللي انا بقوله ده في الشيش اللي بيقوله ايه ده ما احنا عايشين مع بعض فاحنا لازم نقعد مع بعض ونتكلم فصوته يبقى عالي طول الوقت ويتعامل بتسلط في البيت فهو بيعتبر ان الكلمة بتاعته ده امر تكليف وكل واحد فيه وكم لازم يعرف دوره ايه حتى لو كلمته دي هتضر بالبيت اوه لازم ايه اللي حصل الكلمة بتاعته تنافس زي ما هو قالها بالزبط ويتعامل بطريقة هو انتو مش هتشوف شغلكم وقتنقشه معايا احنا ما عندنا اشواء احنا عندنا تسك لازم نخلصه عندنا مشروعات لازم نسلمه ففكرة بقى تدخل الاطوار وتقمص الشخصيات ده وان الواحد يعيش بدوره واحد بس في حياته كلها شيء مرير ودي انا بسميها جوز بقى من جملة السيولات اللي عندنا في حاجة يسمعها السيولة الحياتية سيولة من جملة السيولات اللي احنا بنعيش عشتين احنا عايشين حياة السيولة فالسيولة دي تخليك ايه اللي حصل ما قافل كل ابواب النعمة عليك وعلى اللي حواليك وتخليك مش قادر تشوف وتعيش النعمة اللي ربنا سبحانه تعالى مخزنها لك في البيت في كل يوكن من اركان حياتك فلما تفقد دور الزوج اللي هو الساعي الحامي الراعي الحمال الغيور القائد بحكمة اللي دايما انا بتكلم معاكم عنها وتستبدل الدور ده بدور المدير المتسلط ما تدقش نعمة الزوجة المتفهمة الممتنة المحترمة لخصوصيتك اللي هو ثقة فيك اللي بتعبرلك عن حبها المتقبلة لقيادتك والداعمة ليك والعكس صحيح ولما تعيش بقى بدور المديرة بقى الرقيبة مش بدور الام الرعية تفتقد احساسها بأولادها بالحنية فلازم تعمل ايه توجيه تستخدم الحزمة في طول الوقت عشان يفزوا امام وتفقد صحبتهم وتفقد حنيتهم وتفقد كمان قربهم منها وتفقد حضنهم ويفقدوا هم حضنها عشان كده لازم كل واحد فينا في قاعدة كده يخلع رداء وظفته على باب بيته سواء كان موظف أو كان مدير على باب شائته وكل أبواب حياته يخلع الكلام ده مع تلمزيته شوف يخلع الكلام ده مع أصدقاء يخلع الكلام ده مع كل الناس شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مسافر مع الصحابة فإن اللي يحصل واحد قال أنا أعتبح الشاه واحد قال أنا أسلخة واحد قال أنا أعطي الطام ورسول الله سامقال وأنا إيه أجمع الحطر عشان كده لما اختلف صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة إيه اللي حصل طلب منها أنها تختار اللي يحكم بينها فما تعملش حضرة النبي معاها أبداً على إنه حضرة النبي هو ما تعملش معاها لإنه حضرة النبي فقط لكن تعامل معاها بدور إيه النبي الزوج المعلم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نفس المبين الأدوار وأن شكل من أشكال إتقانك للحياة وإتقانك لما أقامك الله فيه أن أنت تتقن الفصل ما بين الأدوار فلما تبقى مدير تكون مدير بحق في العمل وزوج بحق في البيت وأب بحق الأولاد حنية بقى ودلع ولطافة وجمال ودن وسدر واسع وكل الكلام ده كثير من الأولاد بيستغربوا أباهم لما يكونوا هم مش فاهمين الحكاة دي لما يشوفوهم في الشغل ويشوفوهم بالبيت شوف أبويا حنين أوي 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 بس ما شاء الله منجز جدا في عمله يحسوا كده أن فيه حاجس مع التزان فيه ناس بقى كيف هتقولك إيه أنا لازم أبقى حاجة واحدة ملأ لازم تقوم بأدوارك ولازم الأدوار نفسها لها مهارات مهارات مختلفة على فكرة مهاراتك في البيت غير مهاراتك في الغيط مهاراتك مع أولادك غير مهاراتك كمان في الشغل فكرة أن أنت تستخدم مهارة التفاوض فتقولك فيه ناس مضحكين جدا شغلته بيشتغل في التفاوض فإيه اللي حاصل فكل حاجة بيفاوض عليها تيجي زوجته تقوله عايزين نشتري حاجة يقول لها تجيب يا بكامل فيفضل يفاوض معها فتقوله انزل اشتريها أنت بقى يعني أو بيفاوض معها ليه ده هي مش هي الباقع ده هي زوجته ترجمة نانسي قنقر